اشتركوا في القناة والتأثيرات القادمة ايضا قوية وبنصح الجميع يركز في كل المعلومات اللي انا رح احكيها لان هاي تقريبا اهم اشي الزهرة والشمس اللي رح ينتقلوا مع بعض لبرج العقرب في نفس اليوم فهاي بتحكي توقعات نقدر نحكي توقعات شهر كامل من يوم 23 الشهر بتبدأ فعشان هيك بتعرف انت الفترة القادمة لمدة تقريبا اربع اسابيع بتعرف انت الوضع وين رايح فعشان هيك لازم تركزوا معي وتحفظوا بالضبط المعلومات اللي انا رح احكيها لانه هاي تقريبا زبد التوقعات شهر بتقدروا تحكوها ابتداء من 23 الشهر اول حركة رح نحكي عنها اليوم طبعا اللي هو اول حدث رح يصير خلال يوم 23 عشرة هو رح ينتهي في تراجع كوكب زحل رح ينتهي ساعة اربعة وثمان دقائق من صباح يوم 23 طبعا هو موجود تراجع في الدلو دام تراجع من يوم تقريبا نقدر نحكي من اربعة ستة لا غاية 23 عشرة يعني قرابة الاربعة شهور ونص تقريبا وهذا التراجع اثر على جميع الابراج بشكل سلبي طيب خلينا نحكي ايش التأثيرات السلبية كانت للتراجع عشان تعرفوا بالضبط اثر عليكم في ايش والان هاي الامور رح بالتدريج رح تبدأ تختفي خلال الفترة الماضي هاي شعرنا بالضياع وعدم القدرة على تنظيم امورنا وبرضو عمت الفوضى حياة البعض مننا والضاء لدينا الحس بالمسئولية والواجب رغم التزاماتنا برضو زادت عنا النفقات المالية وهذا الشيء ادى الى اختلال في الميزانية فكثير من الاشخاص دخلوا بضائقة مالية او مصاريف الزيادة وفي نفس اللحظة فيش مردود فهذا السبب من الاسباب اللي اثرت على الجميع اللي هي تراجع زحل وهذا الاشي ذكرنا احنا يوم التراجع ولكن لانه في اشخاص ما بيسمعوا اللي هي التفاصيل فما بيعرفوا على ايه ليش هاي الاسباب صارت بالفترة الماضية لانه ما حفظوا المعلومات عشان هيك بنصح الكل انه دائما ركزوا بالمعلومات لانها بتعطي لمدة طويلة الان هاي التأثيرات بتبلش تختفي تدريجيا يعني خلال اسبوع تقريبا او عشر ايام بيبلش هذا كله يختفي بالتدريج وفي نفس اللحظة انه بدي يرجع للحركة الامامية فبتخفي الضغوط على جميع الابراج من الاشياء اللي ذكرناها او من النواحي اللي ذكرتها قبل قليل الان بالنسبة لزحل هو رح يرجع للحركة الامامية زي ما حكينا في برج الدلو ورح يضل في حركة امامية لغاية تقريبا هي موعد خروجه من برج الدلو لبرج الحوت اللي هو يعني تقريبا بنقدر نحكي يوم سبعة ثلاثة الساعة واحدة واربعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج احنا اليوم ما رح نحكي عن الانتقال من الدلو للحوت وشو تأثيره لما يدخل للحوت في حلقة لحالها رح تنعمل عشان شوي هيك نخفف الضغط اللي صار على المتابعين اللي سمعوا التهويل او الرعب اللي رح يسببه زحل لما يدخل على الحوت على الابراج فان شاء الله في حلقة قادمة رح اعمل على زحل واشرح بالتفصيل ايش التأثيرات اللي رح تصير لعند ما ينتقل لبرج الحوت وقديش بده يضل في الحوت وامتى بده يتراجع وامتى كلها هاي رح نذكرها بإذن الله هاي بالنسبة للأمر الأول الموضوع الثاني اللي هو عنا انتقال كوكب الحب اللي هو كوكب الزهرة كوكب العاطفة كوكب الحد الأصغر يعني نقدر نوصفه بكثير من الأوصاف اللي وصف عبر التاريخ ولكن مثلا في بعض المجتهدين او بعض علماء علم الفلك قالوا انه الزهرة لما بدخل على العقرب اساسا هو دخل على وباله فعشان هيك بعطوه نسبة النحوس العظمى وانه ما له حدود وهذا الحكي طبعا أنا عندي ما بأخذ فيه لأنه طالما فيه زوايا إيجابية بتغلب دائما على المكان اللي بكون فيه الكوكب ماشي بفقد من حضوضه ولكن الزوايا الإيجابية بتدعم هذا الموضوع وبتعطينا إيجابية لها الكوكب اللي بدخل عن كان على موبوته وباله وبحترق مش عارف إيش هاي كل هالأمور بعتمد أنا على الزوايا اللي راح تصير فيه فترة موكوته في أي برج بالنسبة للزهرة زي ما حكينا هو الآن بده ينتقل من الميزان لبرج العقرب اليوم 23 عشرة في تمام الساعة 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ورح يضل في برج العقرب حتى الساعة 6 و 8 دقائق من صباح يوم 16-11 يعني عنا مدة طويلة من تأثيرات الزهرة اللي راح تنتقل للعقرب طبعا إيش التأثيرات خلال الفترة المذكورة بيطرق تغيير إيجابي على مظهر موليد هذا البرج اللي هو العقرب وبيشعروا بقوة العاطفة وبينجذب لهم أفراد من الجنس الآخر وبيستفيد معهم كذلك موليد الأبراج المائية اللي هم السرطان والحوت وأيضا الترابية اللي هو الثور العذراء والجدي وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة في ساعة ولادته في برج العقرب طيب عشان نعطي معلومة هيك الزهرة لما بنولد الشخص وبيكون موجود بالعقرب هذا الشخص بيكون رومانسي ومتطرف وما بيعرف الحل الوسط في عواطفه بالنسبة للتأثيرات راح نذكرها في آخر الحلقة للزهرة وللشمس مع بعض مدموجين بما أن الحركة مع بعض فخلينا نعطي التأثيرات مع بعض بالنسبة للحدث الثالث اللي هو انتقال الشمس طبعا الشمس معروفة أحد النيرين طاقتها عالي جدا ورح تنتقل الشمس من الميزان للعقرب برضو يوم 23.10 في تمام ساعة 10.35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يضل الشمس موجودة في العقرب حتى الساعة 28 دقيقة صباحا من صباح يوم 28.11 خلال فترة الأسابيع القادمة رح نشعر بالطاقة الجنسية لأن العقرب معروف أنه إلو علاقة في هاي الأمور فتأثيرات الشمس لما تدخل على برج بنوخذ من صفات البرج بتأثر على جميع الأبراج فخلال الفترة القادمة جميع الأبراج بيشعروا بالطاقة الجنسية التطرف الجنسي التركيز على الأموال المشتركة المواضيع القديمة والتاريخية والأشياء الماضية أو حتى الميراث مثلا الأشخاص خرجوا من الحيام نذكرهم وبرضو بصير في عنا جراءة في تصرفاتنا أكثر من المعتاد وممكن أن نصل لمرحلة التهور في بعض الأحيان منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا في برضو في هاي الفترة اللي هي الأربع أسابيع يا منحبه بشدة يا بنكرهه بشدة وبرضو بتشتد لدى جميع الأبراج الغيرة والعصبية بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اللي رح يصير أنه فترة الشهر الماضي كان من أصعب الشهور على جميع موليد برج العقرب ما بين مشاكل ما بين انفصال ما بين خلافات عاطفية ما بين انتهاء علاقات ما بين طوي صفحات أشخاص أو أحداث أو أشياء صارت في حياتهم دخلوا بموجة من نوع من أنواع الصراع مع الذات طبعا هاي كل برج لما الشمس بتكون موجودة في بيت متاعبه لغو البرج اللي قبله يعتبر بيت متاعبه فبنعتبرها احنا هاي فترة الغربلة اللي هي بتنهي انت أحداث سنة كاملة سلبياتها أشخاص ما إلهم داعي يكونوا موجودين بحياتك فهدولا بتحطهم بالغربال بتغربلهم هيك فمنهم أشخاص بسقطوا من الغربال هدولا خلاص ما برجعوا لحياتك أو انتهت صفحتهم بمعنى آخر أو تهمشوا من حياتك والآن اللي بقي بالغربال هدولا الأشخاص اللي بدهم يكملوا معك يعني هدولا اللي بدهم يمشوا معك ويكملوا السنة القادمة الآن طبعا هذا كان بسبب ضغط كبير وخصوصا أنه أجد اللي هي وجود الشمس في بيت المتاعب وأيضا الزوايا القوية وتراجعات الكواكب الكبيرة هاي أثرت بشكل كبير على موليد برج العقرب الآن تدريجيا يعني مش سحر يعني مش فجأة الآن يوم 23 دخلت الشمس على العقرب يعني العقرب كلهم بدهم يصيروا ممتازين وحياتهم تصيروا لوز وورد وريحان ومش عارف إيش هي تدريجيا الآن كل ما اقترب عيد ميلادهم يعني بشكل بتبلش تختفي هاي الضغطات بشكل تدريجي وكل ما اقترب عيد ميلاد شخص من موليد برج العقرب ببدأ سنته الجديدة يعني بتعتبر أنه عيد ميلادك هو بداية حقبة جديدة فيها كثير من الخير وفيها كثير من السعادة وفيها كثير من الأشياء اللي كان صعب أنك تحققها بالفترة الماضية بتبدأ الآن في مرحلة تحقيقها من جديد يعني اتفقنا على أنه موليد برج العقرب الفترة القادمة تدريجيا ببدل شو يشعر بنوع من أنواع التحسن طيب مين كمان بيستفيد بصفة أكبر مع موليد برج العقرب طبعا السرطان برج السرطان برج العقرب برج الحوت والأبراج الترابية اللي هم الثور أقل أشخاص هم موليد برج الثور لأنه مقابلهم تماما موليد برج العذراء وموليد برج الجدي طبعا أكثر الأبراج اللي بدهم يديروا بالهم من هذا الانتقال القوس أو الناس لأنه هو يعتبر بيت متاعبهم فبيبدأوا القوس يدخلوا الآن في مرحلة صعبة شوي لغاية ما يوصل عيد ميلادهم فبدهم يكونوا حذرين بالفترة القادمة من الضغوط اللي يعد بتستناهم إن شاء الله أنها تمر على خير بدون هذا الضغط الكبير طبعا وبدهم ينتبهوا برضو لصحتهم في بعض الأوقات خصوصا لما بيكون القمر في مكان حساس أو بشكل زوايا سلبية الشمس بتشكل زوايا سلبية فهذا الإشي بأثر عليهم بشكل سلبي من ناحية صحية ما فيه إشي خطر كبير ولكن إنه بتظهر بعض العقبات الصحية موليد برج الجوزاء برضو لأنه يعتبر بالنسبة لهم البيت السادس بيت العمل وبيت الصحة فبركز على أمور إلها علاقة بالعمل وأمور إلها علاقة بالصحة وأيضا الثور لأنه الثور بعطيهم إيجابية على مستوى معين ومستوى الثاني طاقتهم بتكون ضعيفة فعشان هيك بشعروا بنوع من أنواع الضغط والعصبية التوتر في من فترة لأخرى طيب خلينا نشوف الآن تأثير الزهرة والشمس لما ينتقلوا مع بعض للعقرب خلال الفترة القادمة إيش رح يأثروا على جميع الأبراج يعني كل برج شو التأثيرات اللي رح تصير عليه برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هو يعتبر البيت الثامن لإلهم وهذا بيت العلاقة بالأموال المشتركة الأمور الشراكة المالية بأقصى حدها طبعا هو شهر الماضي كان مقابلهم تماما فكانت طاقتهم ضعيفة عشان هيك تعركست كثير من الأمور وصار فيه كثير من الخلافات اللي إلها علاقة مع الشركاء العاطفي أو العمل الآن انتقل للبيت الثامن يعني تحرك درجة وهذا الشيء رح يعطي طاقة أفضل لموليد برج الحمل فبينهمكوا بأعادة تنظيم أمورهم المالية المشتركة بصير في عندهم بالفترة القادمة زيادة في الأرباح عن طريق شراكة أو زواج أو تركة قروب بنكية مساعدات دعم وبرضو بتزيد من اهتمامه بالمواضيع الروحانية أو المواضيع الغامضة وبيستفيدوا من مكاسب عن طريق الزواج أو شراكات أو هبات أو بيحصلوا على أموال كان صعب إنهم يحصلوا عليها بالفترة الماضية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا زي ما حكينا إنه الشمس مقابلهم تماما ولكن الزهرة أيضا مقابلهم تماما فعشان هيك بيرغبوا في تعزيز شراكاتهم سواء مالية أو عاطفية ولكن بدهم ينتبهوا إنه دائما أي خوكب بيكون مقابلهم تماما بيسحب من طاقتهم فطاقتهم بتضعف شوي ولكن بما إنه الشمس والزهرة مع بعض فأنا بعطي يعني تقريبا يعني نسبة عالية جدا إنه لا رح يكون فيها إيجابية أكثر من سلبية طبعا خلال الفترة القادمة بترغبوا بالقيام بدور اجتماعي مهم ممكن تحقق نوعنا أنواع الاستقرار والأمان بفضل شراكة أو زواج يعني نسبة كبيرة من موليد برج الثور رح تتطور علاقة معينة لمرتبة الزواج أو المصالحات وهي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية مع الشركاء وهي فترة مناسبة للسعادة الزوجية وتحسين العلاقات وهذا الوقت برضو مناسب للزواج أو عقد شراكة بتكون منتجة أو تصفية خلافات بشكل ودي ما بين الشركاء سواء بالعمل أو بالعاطفة ولكن زي ما حكينا ينتبهوا منطقتهم لأنها بتكون ضعيفة فبيكون سهل استفزازهم وعصبيتهم بتكون شوي مرتفعة وممكن يتسرعوا بقراراتهم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا أول شغلة إحنا حكينا أنه هذا بيت العمل وبيت الصحة معناته في تراكم بالعمل أو ضغوط في مكان العمل أو بينتهي عملكم في مكان عملكم وبتنتقلوا لعمل آخر أو بتجدوا صعوبة في إيجاد عمل يعني هاي النقاط الأساسية اللي لازم تنتبهوا لها ولكن بما أنه الشمس والزهرة فبيزيد حبك للعمل أكثر تبدل جهد يعني أو لازم تبدل جهد عشان تكافى عليه بتحتاج لتجديد محيطك بالفترة القادمة هاي فترة مناسبة لإجراء تغيير المستوى المهني يعني اللي بدي يبحث عن عمل جديد بدي يغير المستوى المهني تاعه بده يبدأ بمشروع مهني أو فكرة جيدة على هاي الأمور أو حتى تعزيز العلاقات لأنه هاي فترة بتدل على انسجام مع رفقائك أو زملائك بالوسط المهني وبرضه تعطي دفع بما أنه الزهرة دخلت معناته الزهرة شوي بتخفف من ضغوط الشمس على الناحية الصحية ممكن تتعرضوا لبعض الوعكات ولكن بتكون عابرة أو سريعة وتجدوا العلاج لإلها أو بتتجاوز مخاطرها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هنا بتجتازوا فترة إيجابية تعتبر من أقوى الفترات خلال هذا العام لأنه القمر الآن أو الشمس والزهرة رح يدخلوا البيت الخامس لإلك فهذا بركز على الأمور العاطفية أمور الحضود والأمور المالية أول شيء هاي بتخلي بعض موليد برج السرطان يعني يبلشوا يفكروا في الأمور اللي إلها علاقة بالتجميل هذا واحد اثنين كثير من موليد برج السرطان بصير عندهم حمل خصوصا اللي كان عندهم مشاكل بالحمل أو إنه تأخر الحمل عندهم أو هم بدهم يصير عندهم مولود جديد فهاي فترة قوية جدا إنه تصير هاي الأمور عندهم بهاي الفترة بتمنحكوا برضو تقدير الجنس الآخر بتحققوا نجاح في بعض مشاريعكم أرباح عن طريق المعاملات اللي إلها علاقة بالأمور العقارية الأمور الترفيهية الأمور الهوايات وهي فترة مناسبة للتسلية وترويح عن النفس وأمور التجميل وهي فترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات وخصوصا مع الأحبة وأيضا ممتازة في أمور المعاملات المالية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا التركيز كله إلها علاقة بالبيت الرابع اللي هو بيت العائلة بالأمور اللي إلها علاقة بالعقارات بالبيوت وأي أمر إلها علاقة في هذا المجال يعني البيت والعائلة الأمور العقارية هاي كلها التركيز رح يكون عليها فعندك سعادة على المستوى العائلة بالفترة الخادمة عندك مواضيع عائلية كثير في فرحة عائلية برضو بتصير في كثير من موليد برج الأسد رح يلمس وهذا الموضوع وأيضا أحداث متسارعة إلها علاقة بالعائلة مواضيع رح تلفت انتباهك ورح تكون أنت طرف أساسي إما في حلها أو بعملية أنك أنت سبب فيها علاقاتك العائلية خلال هذا الشهر بما أن الزهرة والشمس مع بعض بتعطي علاقات عائلية جيدة الحالة المادية بتكون برضو بالفترة هاي أحسن من الفترة الماضية هاي فترة مناسبة لحيازة ممتلكات إلها علاقة بالشؤون العقارية إما نستجار بيت ترحيل من بيت لبيت بيع عقار مثلا كان كاسد مش قادر يتبيعه بالفترة الماضية أو أرض أو حتى الأمور اللي إلها علاقة في هذا المجال وممكن تحقق نجاح شخصي على مستوى حياتك العادية الحياة في المنزل بتكون ممتعة شوي أكثر من الفترة الماضية هاي فترة مناسبة للحصول على أرباح مهمة إذا كنت بتمتلك أملاك عقارية أو بتشتغل في هذا المجال وبرضو عندهم فرحة إلها علاقة في البيت إما رجعت غائب برجع على البيت عندهم يعني شخص بيكون مسافر وبرجع لعندهم أو بيكون العكس يعني شخص بيكون مسافر وبرجع لبلده الأم يعني واحدة من التنتين هم من نفس الإشي تقريبا يعني بس إن شاء الله تكونوا فهمتوا عليه برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا يعتبر هذا أيضا بيت قوي جدا لإلكم ويعتبر من بيوت الحضوض العالية جدا لإلكم في هاي الفترة ابتنشطوا في أمور الهلاقة بالسفر الاتصالات وتعزيز العلاقة مع الإخوة مع الجيران هذه الفترة نشطة جدا بأمور السفر إما إلك أو لغيرك أو بتستقبل أشخاص بتهتم بهاي الأمور بشكل كبير بيلعب برضو محيطك العائلي دور بارز في هاي الفترة دور مهم جدا في تحسين وضعيتك ممكن تحصل على أرباح عن طريق السفر أو التأليف أو النشر أو الإعلام أو حتى تجارة السيارات أو التجارة المحلية اللي بيشتغلوا بالتجارة المحلية الفترة هاي بتزيد قوة ملاحظتك برضو فضولك الفكري بصير قوي جدا بالفترة هاي وبتحظى بالشعبية وتقدير الآخرين بتكون مرح لين العريكة أغلب الأوقات إلا إذا طبعا الشمس كانت بشكل زوايا سلبية أو إن الزهرة بشكل زوايا سلبية فشوي بتكون هيك متجاهم أو عصبي أو بتعاقب وهذا الأمر أنا ما بنصح فيه بتتمتع خلال فترة الأربع أسابيع القادمة بقدرة كبيرة على الإقناع هاي فترة مناسبة للسفر للتواصل مع الأقارب مع الإخوة وأيضا لا أمور إلها علاقة بالسيارات أو إلها علاقة بالإلكترونيات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا التركيز كله رح يصير على الأمور المالية لأنه هذا بيت المال بالنسبة للميزان فترة كانت شوية الفترة الماضية يعني استرديتوا عافيتكم شوية الآن بدنا نبلش نحصد النتائج الإيجابية فهو أنا بتنشغلوا في ضبط ميزانيتكم وهاي الفترة بتسهل عليكم اكتساب الممتلكات المادية وممكن تحصلوا على ترقية أو وضعية شوية ممتازة ترفيع ترقية تكريم وهذا الأمر ممكن يكون بمساعدة أشخاص دون وفود ولكن مشكلتك أنه بالفترة هاي بزيد ميلك للتبذير بصير عندك دفعات مالية والتزامات وهي فترة مناسبة للنجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة في منكو رح يحصل على مكاسب المكاسب هاي بتيجي هبات دعم مستردات مالية يعني من هذا القبيل يعني الأجواء كلها رح تكون جيدة وفي منكو كثير بيكون مثلا عليه ديون بالفترة القادمة بيقدر يرتب هذا الوضع أو بيطلع من الضائقة اللي فيها بعض الأزمات المالية أو بيجد حلول لا إلها فعشان هيك ركزوا على المكاسب المالية لأنها هي أكثر شيء رح تستفيد منه خلال هذا الشهر إذا استغلته بشكل جيد برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا زي ما حكينا بتبدأوا فترة أفضل من الشهر الماضي تقريبا يعني رحي وهذا الشي رح يعيدلكم نشاطكم من الجديد خلال وصول الشمس لدرجتك اللي هي لعيد ميلادك بتزيد من حيويتك وبتقوي وظيفة جهازك الهضمي بشكل قوي جدا تمنحك شخصية متألقة بتصير متفائل بتصير عفوي وطموح طبيعتك بتصير اللي هي عفيفة ولكن بتكون متسلط عشان هيك بدك تنتبه من هاي النقطة لأنها نقطة ضعف رح تكون خلال الأربع أسابيع القادمة اللي هي التسلط وفرض الرأي والتحكم بالغير والتوتر والعصبية بتزيد حاجتك لنيل تقدير الآخرين الفترة القادمة بتمنحك الثقة بالنفس بتسهل علاقاتك بالمحيط بزيد لطفك رقتك قيمتك الاجتماعية وبرضو بتصير ملفت للانتباه للجنس الآخر بشكل قوي جدا كثير من موليد برج العقرب مع دخول الزهرة رح يصير عندهم ارتباط أو خطوبة أو علاقة عاطفية جديدة أو عودة علاقة قديمة ترجع تظهر على الساحة ولكن بدك تحكم عقلك وتحسن تصرفك هاي فترة مناسبة جدا للعلاقات العاطفية برج القوس بالنسبة لما موليد برج القوس طبعا إذا بتسبوا عليه بزعل منكم ماشي؟ لأنه أنتوا أكثر الأشخاص اللي شوي رح تنضغطوا يعني بمعنى آخر مش لصالحكم كل هاي التوقعات لأنه الشمس تحديدا وصولها للعقرب يعني بيت متاعبكم فغصبت عني وعنك رح تمر بفترة غير مريحة صحيا ونفسيا ولكن بما أنه الزهرة دخلت فبتخفف الأمور الصحية شوي ولكن هذا ما بيعني أنه ما في تقلبات صحية بالفترة القادمة بما أنه الكوكبين هدولة دخلوا مع بعض فخلال فترة هذا الشهر بزيد ميلك للأمور الروحانية طبعا ديروا بالكم من المحتالين لأنه هاي نقطة ضعف رح تتعانوا منها اللهم اللي بيجي بقولك أنت مسحور أنت معمول لك عمل وقف حال تفرقة مش عارف إيش بسبب المشاكل اللي بتصير معك إذا لجأت لأي عراف رح يحكي لك أو مشعوذ أو دجال أو كذاب أو نصاب أو حرامي أو سرماية أو كندرة أو شو ما كان يكون رح يستغلوا النقطة هاي ورح تكون نقطة ضعفة أنه رح يوهمك أنه هذا كله اللي بيصير بسبب الأمور الروحانية وهو ما له علاقة في هذا الأمر هو أمر فلكي بحت خلال الفترة القادمة طبعا بيزيد ميلك للأمور الروحانية زي ما حكينا وبرضو بيصير عندك نوع من أنواع التضحية أو روح التضحية المساعدة مساعدة الآخرين عاطفتك بتصير جياشي زيادة لتقديم الدعم لبعض الأشخاص عشان هيك الفترة القادمة عندك تنتبه من مصاريفك انتبه من الأشخاص اللي بتتعامل معهم لأنه ممكن يستغلوك وفي نفس اللحظة مش أي شخص بوعدك بشيء تثق بوعده لأنه هاي فترة بيت المتاعب بصير فيها كثير من الأمور اللي مش لصالحك الآن طيب أنا شو ممكن أستفيد في خلال هذا الشهر كموليد برج القوس أول شغلة حاول تركز على المؤسسات الكبيرة إذا بدك تعمل يعني مستشفيات سجون مطاعم شركات كبيرة يعني هاي في مجال أنك أنت تشتغل فيها أو تترفع فيها أو يكون عملك من خلالها إذا ما انتبهت وما درت بالك كثير من موليد برج القوس ممكن يدخلوا السجون أساسا أو يراجعوا مراكز أمنية أو مستشفيات حتى برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا هنا التركيز كله رح يكون عن نشاط الاجتماعي يعني كلها هاي فترة فيها مكاسب من معارفك وعلاقاتك ممكن تحقق مشروع أو أمني بمساعدة أشخاص دون فوذ أو أشخاص بيدعموك وهم اللي بيوصلوك لكثير من الحلول علاقاتك بفترة هذه الأربع أسابيع رح تكون جيدة وخصوصا مع الأصدقاء حاول أنك بس ما تفرض سلطتك عليهم وما تدخل بمشاكل معهم ممكن كثير من الأمور تتحقق بمساعدة أصدقاء أو أطراف أخرى أما باجتهادك الشخصي رح تجد أنه في صعوبة لازم أشخاص هي اللي تكون طرف فعشان هيك أي أمر أنت بدك تعمله حاول أنك تخلي طرف من أطراف معارفك هو اللي حاول يساعدك في هذا الموضوع مش أنت اللي تبادر في هذا الموضوع عشان ما تتعقد الأمور وما تمشي لازم تخلي أطراف هي اللي تساعدك في هذا الموضوع أو تستشير أطراف أو هم يبادروا في هذا الموضوع حاول أنه لأنه فترة الأربع أسابيع رح يصير فيه دعوات وحفلات مناسبات شغلات مثلا من هذا القبيل هاي كلها استغلها لأنه من خلالها أنت رح تنشل حالك من كثير أمور بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر الآن وصل للبيت العاشر اللي هو بيت السمعة يعني منقدر أنه نحكي أنه بتتركز اهتمامك على الدفع بمصالحك الاجتماعية وعلاقاتك وأيضا علاقاتك بالمسؤولين وممكن تحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص دون نفوذ وممكن تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة وبتحضى بثقة واحترام وتقدير الآخرين كثير من موليد برج الدلو ممكن ينشهروا بالفترة القادمة أو يحصلوا على ترقية على ترفيع أو تكريم أو شيء كان صعب أنهم يحققوا بالفترة الماضية الشهر هذا رح يحققوا رح تعرف فترة من التفاؤل من نجاح هذه فترة مناسبة برضو لا أمور إلها علاقة بالزواج وخصوصا من وسط راقي عملية انتهاء تراجع زحل برضو عندك عملية أنه رح يصير زاوية جيدة ما بين زحل ما بين الشمس ما بين الزهرة رح تدعمك بشكل قوي على المستوى الاجتماعي على مستوى العمل جديد تعزيز العلاقات مع المسؤولين هذا كله رح يكون ممتاز ولكن بدك تحذر من أمور لأنه هذا بيت السمعة صحيح أنه فيه زوايا إيجابية حاول أنك أنت ما تشوه سمعتك حاول ما تخالف القوانين ما تجازف أي شيء بشوه السمعة ابعد عنه الفترة هي ابعد عن المشاكل وعن الترفيه عن أي شيء ممكن يسبب لك أرق أو قلق أو سوء تفاهم حاول أنك تكون يعني تأمن نفسك من أي شيء ممكن يؤذيك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا الآن الشمس والزهرة دخلوا للبيت التاسع يعتبر يوم 23 فعشان هيك رح تدخلوا فترة قوية جدا 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 رح تنشطوا في أمور العلاقة بالسفر بالاتصالات البعيدة بالهجرة بأوراق ومعاملات العلاقة في هذا الموضوع منكم أشخاص رح يتابع مواضيع قضائية أو قضية قضائية وتكون لصالحهم بالفترة القادمة بيزيد ذكاكم طموحكم بتكونوا كريمين ومتسامحين ومتفائلين يعني بصير فيه نوع من أنواع التفاول أكثر من الفترة الماضية هذه فترة مناسبة للسفر البعيد للهجرة لأخذ عطلة أو إجازة بيكون سلوكك ممتاز جدا ممكن تحصل على تقدير الآخرين بكل سهولة يعني فترة مناسبة للتنقلات وحتى الدراسة الجامعية والانتحانات لخصوصا الأشخاص اللي عندهم رسالة دكتوراء أو ماجستير أو الدراسات عليا أو حتى عن مقاعد الدراسة الجامعية الفترة هاي قوية جدا بالنسبة للكم برضو على مستوى الأبحاث والنقاشات الدورات برضو ممتازة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالأجانب أو بداية علاقة عاطفية مع أشخاص إما خارج البلاد أو أجانب أو على في الجامعات أو من خلال دورة دراسية أو جامعية ممكن تبدأ أو تنشأ علاقة عاطفية ما بينكم الأجواء رح تكون قوية جدا على مستوى كل الأمور اللي ذكرناها فعشان هيك بتكون تستغلوها بشكل جيد مكاسبكم بالاستراد بالتصدير بالسفر بالاتصالات البعيدة هي هاي كلها رح تكون معاكم طبعا في أشخاص رح يسألوا طيب هذا البرج والطالع برجك وطالعك يعني بتأخذ برجك تسمع برجك وبتسمع طالعك هذا هم شيء اللي بيجي بقول لي برج الباطن والبرج القمري وبرج الزهري هدو لا تأخذوش فيهن ما تركزوا عليهم نهائيا ركزوا بس على برجك على طالعك اسمع الاثنين ادمجهم مع بعض بتطلع بتوقعاتك هنا الفائدة الأكبر في هذا الموضوع طبعا بتمنى أنا كل شيء ممتاز كل شيء في تفاؤل كل شيء في خير يصيب الجميع وأي شيء في سلبيات بتمنى إنها ما تصيب حد وفي النهاية هاي توقعات اجتهدت بعلمي بما فتح الله علي إذا أخطأت فمن نفسي وإذا أصبت فهو توفيق من الله وفي النهاية منقول والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر